السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعدوا أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء دوما بهذا اللقاء المتجدد الذي نخصصه إلى الرحلة النورانية رحلة العمر الكريمة رحلة الحج فمع حلول موسم الحج كل عام يتهيأ ملايين المسلمين لأداء تلك العبادة العظيمة وما هي إلا أيام قلاقل حتى يقصد الحجيج مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتلبية نداء الله لزيارة بيته الحرم ذاك النداء الذي صدح به إبراهيم الخليل عليه السلام استجابة لأمر الله عز وجل وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ثم جدده نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حديثنا اليوم عن السنة النبوية الشريفة وعن الأحاديث النبوية التي تحدثت عن فريضة الحج وأحكامها وحكمها كنا في حلقة الأمس تحدثنا عن كيف تكلم القرآن عن الحج واليوم موضوعنا كيف تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال سنته المطهرة عن الحج نستمع وإياكم ونتدبر ونتفكر في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته بخصوص شعيرة الحج حينما نقلب كتب السنة النبوية الشريفة نجد أنها ممتلئة بالأحاديث التي تحت على فريضة الحج وتبين فضله وتفصل أحكامه من هذه الأحاديث التي ذكرها سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن قال بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيثاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فهذا الحديث يبين الأصول العامة للدين الإسلامي وهي خمسة شادث أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتانية هي أن نقيم الصلاة الصلاة عماد الدين والثالثة هي أن نؤتي الزكاة فيها تضامن بين الأغنياء والفقراء والرابع صوم رمضان فيه تطهير للنفوس وتزكية للأرواح ثم والخامسة حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وهذا يجمع كل شيء يجمع في الحج نجمع كل شيء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على معرفة أفضل الأعمال والقربات ليرتبوا أولوياتهم في العبادة ونلاحظ في السنة الكثير من التساؤلات كان الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار والمهاجرين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وعن أفضل القربات كل هذا ليرتبوا أولوياتهم في العبادة والطاع من ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور فهذا الحديث النبوي يبين أن الحج الذي يقبله الله تعالى هو ذلك الحج الذي يفعله المسلم ويكون خالصا لوجه الله تعالى ويكون خاليا من الرياء والسمعة والمال الحرم كما يبين ضغر الحديث أن الجهاد في سبيل الله قد يكون مقدم على الحج من حيث الأفضلية لكن العلماء حملوا هذا على حج نافلة لا حجة الإسلام فحجة الإسلام هي أعظم الأعمال على الإطلاق التي يقوم بها العبد المؤمن أما الحج النافلة الذي يكرره سنة بعد سنة فذلك أقل فضلا لماذا أن الحج المبرور أفضل من الجهاد؟ لأن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين أما حجة الإسلام فهي فرض عين على كل مسلم وهي مقدمة على الجهاد يؤكد هذا حديث أخر عن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور لكن أفضل الجهاد حج مبرور فالذي يذهب إلى الحج فإنما هو مجاهد لأنه سوف يتخلل هذه الرحلة الكثير من الصعوبات البدنية فيها الصفر الطويل وفيها الازدحام الكثير وفيها الانتقال من مشعر إلى آخر وفيها مشقة زائدة وهذا يتطلب التضحية بالأموال والتضحية بالوقت والتضحية بالكثير من الامتيازات فلا عجب إذن أن عده الرسول صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع الجهاد بل ووصى بهم نساء والضعفاء من الرجال النساء التي لا يستطيعن الحج والضعفاء من الرجال وصاهم بأنهم إذا لم يجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فعليم بالحج فقال صلى الله عليه وسلم جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة فجهاد هؤلاء هو الحج والعمرة فالحديث يبين أن جهاد كل من المسلم والصغير الذي لم يبلغ وكذلك الضعيف صاحب المرض والمرأة الضعيفة كل هؤلاء جهادهم الحج والعمرة يؤجرون بتأديتهم للحج والعمرة بمثل ما يؤجرون إذا خرجوا للغزو والجهاد في سبيل الله وقد جاء في الحديث أيضا أن رجلا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جبان وإني ضعيف لا أستطيع أن أحمل السيف وأن أجاهد قال هلم إلى جهاد لا شوكة فيه قال ما هو قال هو الحج فالحج هو نوع من الجهاد وفيه من الأجر والثواب ما الله به علم وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحج والمعتمر وفض الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم ولهذا نقول بأن كل من سوف يحج ليعتبر نفسه مجاهدا أولا يجاهد نفسه ويجاهد ذاته ثم بعد ذلك عليه أن يبدل المزيد من الطاقة ومن الجهد ومن فعل الخير لأنه في تلك البلاد سيرى بأن هناك صحراء مترامية الأطراف تتخللها سلاسل جبلية مناخ قاسم لم يتعود عليه ازدحام كثير مع الناس وقد يجد المسكن بعيد وقد يكون السكن فيه مشقة بسبب مرتفعات ومنخفضات ووعورة الوصول إلى المسكن قد يجد صعوبة في النقل وقد يجد صعوبة في الإطعام وغير ذلك فعليه أن يصبر وعليه أن يحتسب وعليه أن يعتبر بأنه مجاهد حتى أنه إذا سمع كلام ربما فيه نقض أو فيه جرح عليه أن يتجاوز لأنه في مقام الجهاد عليه أن يعلي من هذه الهمة ذلك نجد من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ما روي عن عمر بن العاص رضي الله عنه عمر بن العاص هذا كان رجل مشرك وكان يحارب المسلمين لكنه في آخر المطاف ربنا أكرمه بالإيمان واليقين وجاء لكي يسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك فبسط النبي يمينه قال فقبضت يدي سيدنا النبي قال له ما لك يا عمر قال أردت يا رسول الله أن أشترط قال تشترط ماذا قال أشترط على الله أن يغفر لي أريد ربي أن يغفر لي لأن تاريخ حياتي مليء بالدنوب مليء بالخطايا مليء بالسيئات فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله لقد فرح المسلمون بهذا الحديث النبوي الشريف وأن الله تعالى يغفر كل الذنوب وكل الخطايا وكل السيئات لمن حج حجا مباركا الإسلام يهدم ما كان قبله من الكفر والهجرة تهدم ما كان قبلها من السيئات والحج يهدم ما كان قبله من كل أعمال السوء والدنوب فهذا شرف عظيم وكرم من الرحمن سبحانه وتعالى غفار الدنوب أيضا جاء في السنة النبوية الشريفة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه هذا الحديث النبوي الشريف يبين أن المسلم إذا حج حجا صادقا لله تعالى مخلصا له سبحانه ولم يفعل في حجه ما يبطله من الرفة الرفة هو مقدمات الجماع أو الفسق وإتيان المعصية أو غيرها من الذنوب عاد كيوم ولدته أمه خاليا من الذنوب مغفورا له المولود الصغير الجنين لما يخرج من بطن أمه نقول عنه بأنه خالي من الذنوب مرفوعا عن القلم صفحته بيضاء ليس له دنوب ولا خطايا ولا معاصي لأنه للتو خرج من بطن أمه كذلك الحاج الذي حج حجا خالصا لم يرفث فيه ولم يفسق فيه رجع من دنوبه كيوم ولدته أمه صفحته بيضاء ناصعة البيض وهذا الأمر أيها الأحبة الكرام فيه بشارة كبيرة من رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الكثير من الأحاديث التي فيها مغفرة الدنوب ومحو السيئات منها قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كنا نلاحظ بأن بعض الناس يذهبون إلى العمرة ثم يعودون إلى العمرة فتقول لما وقد ذهبت إلى العمرة لماذا تعود العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما الله يغفر كل الدنوب بين عمرة وعمرة أما الحج المبرور هذا العمل الصالح هذا العمل الفريد هذا ليس له جزاء إلا الجنة بمعنى أن كل من حج حجا مبرورا هو مبشر بالجنة لأن الله تعالى هو الذي يأخذه إلى تلك المشاعر الدينية وهو الذي يوفقه للعمل الصالح وإذا تقبل منه الله تعالى كاتب له الجنة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فالحج المبرور الخالي من الرياء الخالي من الرفث الخالي من الفسوق جزاء صاحبه الجنة وهذا المعنى يكرره النبي صلى الله عليه وسلم في وصايا كثيرة منها أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير أبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة وما من مؤمن يضل يومه محرما إلا غبت الشمس بدنوبه هذا حديث عظيم أيضا يبين فضل الحج والعمرة أنه يحث المسلمين والمسلمات على المتابعة بين الحج والعمرة والمقاربة بينهما أحيانا نسمع بعض الناس ينتقدون آخرين لأنهم يعتمرون ثم يعيدون العمر مرة ثانية وثالثة هذا ليس فيه عيب بل فيه فضل النبي الكريم كان يحث على المتابعة بين الحج والعمرة والمقاربة بينهما عوض أن يدب الإنسان إلى مكان سياحي ربما يكون فيه دنيوي ولكن هو يريد مكان سياحي فيه دين فيه عبادة وطاعة وحسنات قد تسافر إلى أجمل منطقة في العالم وتصرف الكثير من الأموال وتستمتع لكذلك ولكنك لن تحصل على الأجر والتواب كما هو في مكة المكرمة والمدينة المنورة لأن المتابعة بين الحج والعمرة فيه إزالة للفقر أولا فإنهما ينفيان الفقر أنه ينفي الفقر كما ينفي الكيرو خبة الحديد والذهب والفضة لاحظوا بأن الكير يعني النار المعدن ذهب أو حديد أو فضة إذا كان فيه صدى فإننا نضع في الكير في النار فيصير لامعا هكذا هو الذي يقع للحج والمعتمر فإنه بعد أن ينتهي من حجته أو عمرته يصير لامعا مثل لمعاني الذهب والفضة وهذا الحج ليس له تواب إلى الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم وما من مؤمن يضل يومه محرما إلا غابت الشمس بدنوبه كل يوم وهو محرم يلبس الإحرام ويرفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهو يكرر نداء التلبية وهو محرم إلا غابت الشمس ذلك اليوم بدنوبه كل يوم لا تغرب الشمس إلا وقد غربت بكل دنوبه وخطاياه فيصير نظيفا طاهرا متهرا والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يأمر صحابته أيام الحج بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فقد قال جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج وفعلا في موسم الحج أشد وأجمل ما يأخذ بالعقول والقلوب والألباب والأفئلة لما ترى الحجيج يلبسون الإحرام ويتدافعون بالآلاف المؤلفة وهم بصوت واحد يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إنه نداء للتوحيد لبيك لا جريك لك لبيك لا جريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا إله إلا الله هذه التلبية أيها الأحبة الكرام إنما جاءت استجابة لنداء الله تعالى لما قال لإبراهيم الخليل عليه السلام وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق كل من سمع النداء ولبى كتب الله له الحج يقول لبيك اللهم لبيك أي استجبنا يا ربنا لندائك يا ربنا قد استجبنا لدعوتك ها نحن قد أثينا وجئناك يا رحمن وقد تركنا بلادنا البعيدة جئنا من بلاد بعيدة تركنا أزواجنا وأولادنا وإخواننا وأحبابانا وأقاربنا وتركنا أموالنا وتجارتنا وأعمالنا وتركنا بيوتنا ومنازلنا وأمتعتنا وتركنا كل شيء وجئناك يا رب وكاننا شبع عرات إلا من إحرام يستر عورتنا جئناك يا رب العالمين حفاة عرات نقول لك لبيك اللهم لبيك هذه التلبية إنما كان جبريل عليه السلام يأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصوتهم بالتلبية فإنها من شعر الحج كذلك أيها الأحبة الكرام من الأعمال الطيبة في الحج التي ذكرها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة ما روي عن أبي بكل الصديق أن النبي الكريم سئل يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الحج العج والتج العج والتج فتسأل الناس ما معنى العج والتج قال العج هو رفع الصوت بالتلبية ربنا يحب هذا العمل يحب هذا العمل لما يرفع الناس أصوتهم بالتلبية يسمى العج وأما الثج قال ونحر البدن نحر البهائم من الأكباش والمعز والنوق والجمال نحر البدن والتج لأن الله تعالى لما يتقرب إليه الناس بالأضحيات وبالهدي وينحرون ويتقربون إلى الله كما فعل جد الأنبياء إبراهيم الخليل لما كان سوف يذبح ابنه ففديناه بدبح عظيم فالحجاج أيضا يشكرون الهدي ويدبحونه لله ويطعمون به الضعفاء والفقراء والمساكين من أهل الحرم لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم حينما يكون العج والتج أي رفع الصوت بالتلبية ونحر المدن فإن إبليس وجنوده يخنسون إبليس وجنوده يخنسون وفي هذا مظهر عظيم من مظاهر العبودية مظهر عظيم من مظاهر الألوهية أن الناس يتقربون إلى الرحمن سبحانه وتعالى بهذه العبادات وبهذه الطاعات فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى أيضا من السنن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنه قال ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مضر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا وأنت تسير في البقاع المقدسة وترفع صوتك بالتلبية كل ما تمر عليه عن يمينك وعن شمالك الكل يستغفر لك الكل يشهد لك الكل يدعو لك من حجر أو شجر أو مضر كل ما حولها كل يقول يا رب فلان يرفع صوته بالتلبية اللهم اغفر له اللهم اغفر له حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا وهذا أجر وثواب عظيم في التلبية وصية لحجاج بيت الله الحرام إذا كانوا هناك في البقاع المقدسة رجاء لا تنشغلوا عن التلبية دائما ارفعوا أصواتكم بالتلبية وإذا كانت المجموعة التي كنتم معها ربما أصابتهم غفلة وساروا يتحدثون عن قضايا الدنيا أنت أو أنت ارفعوا أصواتكم بالتلبية وذكروهم بأن المقام هو مقام العبودية لله وأن أفضل شيء أن نرفع أصواتنا بالتهليل والتكبير والتحميد والتلبية كذلك أيها الأحب الكرام من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنه قال من طاف بهذا البيت سبعة أشواط كان كعتق رقبه لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطئة وكاتبا له بها حسنة من طاف بهذا البيت في الحديث أسبوعا أي سبعة أشواط فأحصاه ليقام بعملية الطواف حول البيت نرى بأن الحجاج يلبسون الإحرام ويطفون حول البيت ما هو أجرهم كان كعتق رقبه يعني كأنه اشترى رقبه في كل شوط اشترى رقبه واعتقها في سبيل الله لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حطى الله عنه بخطئة وكاتبا له بحسنة تصور كل خطوة الله تعالى يمحو عنك سيئة ويكتب لك حسنة ويرفع كدرجة في كل خطوة لهذا نلاحظ بأن الناس يكثرون من الطواف هناك طواف القدوم حينما يقدم الحجاج أول مرة وهناك طواف الإفاضة بعد عرفه وهناك طواف الوداع حينما يريد أن ينتهي من مناسك الحج وبين هذا ثلاثة من الأنواع طواف هناك طواف أخر يسمى طواف التطوع هناك من يقوم به كل يوم وهناك من يقوم به في كل صلاة لأنه يعلم بأن فيه أجر وثواب عظيم وهناك من يصعد إلى الصحن الصحن الحرم فيه في جولة طويلة جدا بكل خطوة يرفع الله بها درجة ويكتب له حسنة ويمحو له بها سيئة كذلك أيها الأحبة الكرام من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أننا نصادف الحجر الأسود ويسمى أيضا بالحجر الأسعد لما سئل النبي الكريم عن حقيقة هذا الحجر قال نازل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم هذا الحجر الأسود أو الأسعد هو ليس من حجارة الدنيا وقد قام العلماء الأركيولوجيون بتنقيب وبحث عميق وضقيق حول طبيعة هذا الحجر فوجدوا أنه لا ينتمي إلى الكوكب الأرضي لهذا صدق سيدنا النبي لما قال نازل الحجر الأسود من الجنة فهو من حجارة الجنة لما نزل أول مرة في عهد آدم عليه السلام كان أشد بياضا من اللبن كان كل من يراه تقشعر منه العيون من شدة بياضه وهو حجر له مشاعر وله أحاسيس فكان يتأثر بالذنوب والخطايا وبسفك الدماء التي تقع بين البشر لهذا قال كان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبشر أن من مسح الحجر وأيضا الركن اليماني كفارة للخطايا لما تمر على الركن اليماني وعلى الحجر الأسود وتمسحهما أو تشير لهما إذا كنت بعيدا كفارة للخطايا في كل جولة تمر على الحجر الأسود أو تمر على الركن اليماني وتشير إلهما أو تصل إليهما وتمسهما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وقد أخبر النبي الكريم أن هذا الحجر الأسود يشفع ويشهد للمؤمنين يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق يشهد على من استلمه بحق لأننا لما نصل إلى الحجر الأسود نقول بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الحجر هو يبعث يوم القيامة وله عينان يبصره بهم قد أبصرك ويدخرك وله لسان ينطق به يقول يا رب هذا قد تمسح بي وذكرك عندي لكل من استلمه بحق يشهد له بالجنة ويشهد له بالإيمان وصدقه التدين كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الركن والمقام يقوتتان من يواقيت الجنة ولولا أن الله تعالى طمس نورهما لأضاءة ما بين المشرق والمغرب لاحظوا بأن الكعب المشرفة هناك الرقم الرقم اليماني وهناك المقام مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى نلاحظوا الازدحام الذي يقع للحجاج في هذين المشهدين في الرقم اليماني وكذلك في مقام إبراهيم ازدحام كثير لماذا؟ لأنهم يعلمون قول النبي الكريم بأن هذا الرقم وهذا المقام إنهما يقوتتان من يواقيت الجنة فيهما نور عظيم الله تعالى طمس نورهما خوفا على أن ينشغل بهم الناس لو تركهم الله على حقيقتهما لأضاءة ما بين المشرق والمغرب لا نحتاج إلى شمس ولا إلى كهرباء في الكوكب الأرضي يكفي الرقم والمقام يضيئان أكثر مما تضيئ الشمس في مقامها ثم هناك أيضا في هذا المشاعر هناك ماء زمزم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له فالناس بعد أن يطوفوا يقومون بشرب ماء زمزم ويدعون هناك يدعون بما في قلوبهم فماء زمزم هو طعم وشفاء كذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر ما يعتق الله فيه عبد من النار هو يوم عرفة يوم عرفة هو الحج الأكبر الحج الأكبر يوم عرفة هذا اليوم العظيم الله سبحانه وتعالى يعتق فيه رقاب العباد من النار وهذا اليوم تتنزل فيه الملائكة بل هذا اليوم الأكرم ربنا عز وجل يتنزل نزولا يليق بجلاله يوم عرفة في رقعة عرفة لكي يصفح ربنا عز وجل عباد الله المؤمنين ويغفر للعباد كلهم ممن حضروا عرفة ويعتق رقابهم من النيران لهذا قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر ما يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو أي أن الله تعالى يدنو من العباد حتى إن بعض المؤمنين يشعرون ببرد قرب الله منهم على ظهورهم هناك ظهورهم تشعر بأن هناك برد يمسهم قالوا ذلك هو أن الله يدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني من بلاد بعيدة جاءوني شععة غبرة جاءوني يدعونني ويدكرونني كذلك أيها الأحبة الكرام من الأحاديث النبوي الشريفة المتعلقة بالحج ما يتعلق لما ينتهي الحج من الطواف والسعي ويأتي وقت الحلق قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قالوا والمقصرين يا رسول الله قالوا والمقصرين يا رسول الله قالوا والمقصرين أي أن الله تعالى يرحم من يقوم بحلق رأسه في الديار المقدسة بعد أن ينتهي الحج من كل المناسك يأتي وقت الحلق وكأنه هذا الحاج أعطى من ماله أعطى من وقته أعطى من كل ما يملك الآن سوف يعطي من جسده ربنا لم يطلب منا عينا ولا أدنا ولا سنا ولا أسبوعا وإنما طلب منا فقط شيء هو الشعر لأن الله سوف يخلفه والإنسان حينما يحلق الأفضل أن يحلق ثلاث مرات يقول رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين ثم قال في الرابعة والمقصرين المقصرين في الدرجة الرابعة ولهذا الإنسان يحرص على أنه يحلق خصوصا إذا كانت حجة الإسلام حجة الإسلام المفروض أن الإنسان يحلق فيها وقد يحج الإنسان حجة للنافلة قد يقصر ولكن حجة الإسلام عليه أن يحلق كما نحلق للطفل الصغير حينما يولد يوم سابعه يعقله ويقوم بحلق شعره تيمنا كأنه خرج من ذنوبه كيوم ولدة أمه أيضا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على من أراد أن يحج عن غيره هناك من حج عن نفسه ثم بعد ذلك أراد أن يحج عن غيره من الناس فقد جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أمه فقال له أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قضيه قال نعم قال فحج عن أمك قال فحج عن أمك ثم سأله رجل آخر أراد الحج عن أبيه وهو كبير السن الأول أمه قد ماتت ماتت أمه ولم تحج هل يحج عنها جواب النبي الكريم قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قضيه قال نعم قال فحج عن أمك فدين الله أولى فهذا فيه معنى الحج عن الأموات إذا مات الوالدين أو غيرهم من الأقارب وأردت أن تحج عنهم لك أن تحج ولما جاء رجل آخر وقال سأله عن أبيه أنه كبير السن ومريض طريح الفراش ولا يستطيع أن يقضي ما إلى الحج قال هل أحج عنه قال أي نعم حج عن أبيك فإن لم تزيده خيرا لم تزيده شرا فهناك النيابة عن الحج لم يستطع الحج لكن بشرط أن يكون الذي سوف يقوم بفعل سابق له أن حج حجة الإسلام كما قال للصحابي الجليل أريد أن أحج عن أخي شبرمة وقد مات قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن أخيك شبرمة أيضا أيها الأحباب الكرام من فضل وجلال الإسلام في الحج أنه أخذ في الاعتبار الصعوبات المصاحبة لأدائه فالإسلام شرع الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع مرة واحدة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج تحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قال ثلاث مرات أكل عام يا رسول الله أكل عام يا رسول الله سكت النبي الكريم ما قال لو قلت نعم لو وجبت ولم استطعتم فالحج المبرور والمفروض هو على المسلم مرة واحدة في العمر مرة واحدة تيسير المسلمين وتسين عليهم ثم قال النبي الكريم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء تاتوا منهما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه فهذا الحديث يبين بأن الحج مرة واحدة في العمر وما عدا ذلك هو تطوع وهو نفل وكان ذلك لمن أراد أن يحج عن غيره من آبائه الأموات أو أجداده أو غيره من أقاربه ثم نختم أي الأحباب الكرام حديث نبوية كثيرة كثيرة جدا في فقه السنة من أقوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نختم بذل الحديث لأنه لها علاقة بواقعنا الحالي قال صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة هذا في معناه أن الإنسان يعجل بالحج تعجل بالحج إنسان لا يدري قد يكون اليوم هو سليم وصحيح لكنه قد يصاب بمرض كم من أحد يقول سوف أحج فيما بعد ثم أصابه مرض فصار من المقعدين وتضل الضالة يعني أنه قد لا يجد هناك وسلة نقل أيام زمان كان هناك الدواب الآن هناك الطائرات والغيرها قد تتعطل وقد تعترضها عوارض كما رأينا في جائحة الكورونا وقد تعرض الحاجة فالإنسان قد يكون عنده حاجات ربما غير مذكورة منسية ثم تعرضه له فتمنعه وهذا في حديث أن الإنسان عليه أن يحج ويتعجل حجوا قبل أن تمنعوا حجوا قبل أن تمنعوا حجوا قبل أن تمنعوا فقد يمنع الإنسان الحج إما بالغلاء دي الأسعار كما هو في عصرنا هذا وفي هذه السنة غلاء الأسعار لم يكن قد منذ سنين لم يكن في تاريخ الإسلام هذا الرقم الكبير بسبب غلاء الأسعار في السوق العالمية وقد يكون بسبب الجائحات من الأوبئة كما هو شأن الكورونا والأمراض المتنقلة وقد يكون بسبب الحروب وسفق الدماء فقال صلى الله عليه وسلم حجوا أن تمنعوا فهذه أي الأحباب الكرام نخبة من أحاديث النبي الكريم من سننه الطاهرة حيث أمرنا بالحج وبيننا بعد أحكامه وقد كنا من قبل قد بينا مناسك الحج في القرآن العظيم وفي هذه الحلقة بينا مناسك الحج في السنة النبوية الشريفة أخذناهما من المصدرين المعتمدين لأن الإسلام ما هو الإسلام هو قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وقل الإسلام وبعده هناك أفهام وهناك شروحات وضعها العلماء الأجلاء هي التي سوف نتحدث عنها في الحلقات المقبلة بإذن الله أسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم على أثير هذه الإذاعة المباركة أن يجمع بيننا وبينكم قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المطهرة وفوق جبل عرفة وفي مينا وفي مزدلفة وأن يجمع الله بيننا وبينكم يوم القيامة في الفردوس الأعلى بجوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميمين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمين يا رب العالمين لن أطيل عليكم أيها الأحباب الكرام سنفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل فابقوا معنا نصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحب الكرام نواصل هذا اللقاء ونجدد الترحاب بكم ويسعننا اللحظة أن نتواصل معكم ونستقبل مكالمتكم نبدأ أول مكالمة من إقليم ورزازات مع للا زهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنتي ونهارك ولله الحمد مرحبا مرحبا عند الله جزك بخير النمر جيلة مصطفى فاقادير لا ممكن أيها بنتي مصطفى من أقادير واخا وكان طلب الزواج مصطفى من أقادير آه مصطفى من أقادير أيها بنتي بإذن الله للا زهرة إن شاء الله للا زهرة من ورزازات يجمع بينكما في الخير وهني أن وسعدات من جمع بين جوجة الناس في خير نحن الفرحانين والسعداء بين ابنيتنا والشباب ديالنا كلهم يكونوا مستقرين وفرحانين وسعداء ومتزوجين وربي بارك لهم لجميع إن شاء الله نتوصل معك بإذن الله وكان يقول السمصطفى من أقادير لكن في الاستماع هاية للا زهرة معنا هاية الحمد لله انتدرت واحد طلب قلتي بأنك تبحث على بنت الناس على شبنت الناس ممنة ومتدينة وصبارة وكتحب الحياة وتكون مرضية الوالدين هاية للا زهرة ربما غير من نبرة صوتية ديالها كتعرفة شخصية الإنسان لأن هناك أساليب كثيرة من خلالها ممكن أن نتعرف على شخصية الإنسان أولها يعني بلما نشوف الوجه دياله أو نشوف السلوك ممكن من خلال النبرة الصوتية نعرف مقدار أخلاقه وسلوكه وحقيقة أمره وتبارك الله للا زهرام لتكلمات كلمها كيبا حلو وكيبا رزين وكيبا مؤذب وكيبا في الحياة وكيبا في الرقاء وكيبا فيها بنت الناس إن شاء الله تقول لكم باركا مسعودة بإذن الله أخي مصطفى من أجدير شكرا لك وحفظك الله ورعاك الله نتمنى رب العباد يسخر لكم جميعا وكي نبغي هذه الشباب لتعرفوا فيما بينهما يعني كل واحد يسأل عن الآخر يسأل لابد ما خاب من استشار لابد أن الإنسان يستشير هذا ويستشير ذلك وبعد الاستشار تجيء الاستخار وما ندم من استخار الاستخار تكون مع الله سبحانه وتعالى والاستشار تكون مع الناس المقربين ولكن الاستخار مع الله قبل ما نقرر نقول نعم أم لا ونوتق الأمور ديلي لدي قرار مصيري لابد أن أستخير صاحب الشأن مالك الملك اللهم إني أستخيرك في علمك وأستقدرك في قدرتك وأنت علام الغيوب يا رب إن كان زواجي بفلان خير لي في ديني ودنيايا وعاقبة أمري فيسكره لي وقبره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن زواجي به شر لي في ديني ودنيايا وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به اندر الاستخار ثلاثة أيام متتاليات اندرها في التلت الأخير من الليل اندر بصدق ويقين وربنا لن يخدعك ربنا إذا أعطاك أدهشك أسأل الله الكريم للا زهراء الله يكمل لكم ببنتي الرجاء ويسعد القلوب ديلكم ويفرحكم اللهم آمين اللهم آمين يا أكرم الأكرمين ونتحول إلى مكناس مع للا خديجة قالوا السلام عليكم في الحاج وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته لا بس عليك الحاج موالي انظر الوليدات كل شيء مزيان الله برفك للا خديجة كيف حالكم وحال الوليدات كالله لك أنفرح منك يشد أقسم بالله لما تقضيش نفرح الحاج الله يحفظك ورحمني وليد ديالك ورحم زوج ديالك ويعاونك الله على ولداتك يا ربي آمين آمين الحاج آمين 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 والله الحاج لك تفرجها لنا الله يفرجها لك دنيا وأخيرة الله يرحم لك لك الحاج الله يرحم لك الوليدنا الحاج الله يرحم لربك الحاج مبارك الله فيك الشريفة الله يرحم وليد من لدها الله يرحم الوليدنا الحاج وحد السؤال بريد نقول لك كنسة كنسة بزه وخصوصها في الصالح نعم ما عرفت الحجة شن ندير كنسها لا إله إلا الله كنسها ما عرفت شنو ندير الحج والله ما عرفت شن ندير لا إله إلا الله الله يفرج عليك ابنتي الله يفرج عليك لدى يا رب وعيني جميع المسلمين من الحج ويلجت على خطرك ويلجت على اسمحتي والله سهل عليك دنيا وأخير إلا كان ممكن من بعد نهاية ديال الحلقة التصل بياي إلا كان ممكن الحج وسمح لي بزه وخشريت بإذن الله وخال الله الطهي طويل عمرك للا الله يحفظك ورعك شكرا لك للا خديجة شكرا لك الجواب عن هذا السؤال السهو السهو في الصلاة والنسيان السهو هو أمر طارئ على كل البشر وعندنا في كتب الفقه الإسلامي في باب الصلاة هناك عنوان كبير يسمى السهو في الصلاة السهو في الصلاة حتى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ساهى في الصلاة كان يصلي الظهر فصلى في ركعتين وسلم وظن الناس أن الصلاة قد قصرت وكان سيدنا النبي أنداك كان مزاجه متغير مشاكل الحياة وظروف الحياة كان مزاجه غير مستقر فخرج سرعان الناس من المسجد صلى ركعتين وسلم سرعان الناس يخرجوا وهابه أن يسأله الناس ستوح مقدر يسوله لماذا صلى ركعتين الظهر وكان المفروض أن يصلي أربع ركعتين فقام رجل يسمى ذو اليدين كان جرئا فقال يا رسول الله هل قصرت الصلاة أم نسيت النبي الكريم قال له لم تقصر الصلاة ولم أنسى قال إذا نسيت ما دام الصلاة لم تقصر فإنك قد نسيت فعلا جاء جبريل عليه السلام وقال يا محمد لقد نسيت وربنا عز وجل هو الذي جعلك التنسع لتشرع للناس حكم السهوي في الصلاة فقام جبريل وأما النبي صلى الله عليه وسلم صار إماما للنبي والنبي الكريم إمام لمن خلفه وعلمه جبريل عليه السلام كيف نجبر النقصان في الصلاة أو الزيادة فالسهو هو أمر يقع طارئ لكل الناس لكنه إذا صار متكررا هذه حالة غير عادية قد يقع السهو مرة في مدة طويلة ولكن أن يسهى الإنسان وينسى في الصلاة كل مرة هذه حالة غير طبيعية حالة مرضية عليه أن ينتبه إليها الانتباه إليها السهو بمدى نزيله أن نكثر من كلمة لا إله إلا الله نكثر من ذكر لا إله إلا الله باش تحيط السهو نهائيا مبقاش عندك تديم على الأقل مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير هذا الذكر نقوله مئة مرة ونحرص على أن ينقوله باللسان وبالقلب نحرص على أنني أتفكر هذا طريقة تدريبية ربنا سبحانه وتعلا يعطيك القوة دير الفكر ودير الحضور عند العبادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نقوله مئة مرة إن شاء الله وسوف ترين العجب العجاب أنك في الصلاة وفي تلاوة القرآن وفي بقية العبادات تشعرين بالخشوع وحضور الفكر وحضور الدهن وحضور القلب أسأل الله تعالى نتقبل منا ومنكم أجمعين ويسلح أمرك للا خديجة نواصل أيها الأحباب الكرام ونتحول إلى إقليم تازع معنا سيدي مجمعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بخير غموا لي لا بس الله يبرك فيك يا مرحبا الحمد لله الله يبرك فيك أخويا الله ينواك إذا ما يفجأ علينا الله يفجأ عليك الدكتور برك الله فيك سيدي الله يطول عمرك تسيب وجمع أهلا الحاجة شوية كاجن إشي وسواس وكان مراض كاجن دعي معي والمستمعين لا إلهي لله يا ربي يا كريم يسيب وجمع شهد بالعمر دي يسيب وجمع لا إلهي لله الله يفرج عليك الله يشافي أخويا اخترت المشاكل والهموم إياها مولي برك الله فيك أهلا بنت الناس إذا كان أفقد الزواج أهلا بنت الناس موجود الحمد لله بنت الناس في المغرب موجود الحمد لله وكان يتسلم بالنسبة لكل واحد لهم نصيبウ بدالك حيث يفرج عليك الله يفرج عليك أمو لي الله يفرج عليك إن شاء الله يكتبك الله يكتب للناس بركة مسعودة آهلا أنا أطلب من السيسام يحتفظي بالرقم ذيالك إن شاء الله نطلبوا شي فتات نتوسطوا بيندكم وتكون شاء الله يكون شاء الله الفرح وتكون نشاء الله السعادة وتكون شاء الله البركة سيب وجمعها الله يكمل لك رجاء أنا أخذت الرقم دي لك سيب وجمعها حافظك الله ورعاك أول حاجة نقول للناس اللي هم عندهم خوف من الزواج وربما بسبب غلاء المعيشة وارتفع الأسعار خصوصا خصوصا في الشهور الأخيرة يعني كل هذا لا يهم ولا يهيب لأن الله تعالى اسمه الرزاق ذو القوة المثيم الله تعالى تعهد وتكفل بأن كل من تزوج ويريد الإحصان والعفاف والكفاف تعهد الله تعالى بأنه يفتح له باب الرزق وكانش حمل واحد دبا رجل خدام ولكن رزقه قليل ما إن يتزوج مباشرة إلا ويفتح له الله تعالى باب الأرزاق ويفتح له باب البركة كله هو دبا عازب وخدام وعنده المال ولكن ما عنده بركة وكل ما لش الرزق أصلا ولكن حينما يتزوج سبحان الله تعالى ويريده العفاف والكفاف والإحصان ربنا عز وجل وعدنا جميعا بأنه سوف يعطيه الرزق الوفير خصوصا من اللي يتلقى مع المرأة على الإيمان وكي يتلقى على الصدق وكي يتلقى على اليقين ربنا يفتح العطاءات أنا ذاك لا يهمك ما يقال في سوق الشغل وفي سوق الاقتصاد وفي سوق الأموال هذا الغلاء وهذا الأسعار هذا عالم آخر بعيد فيه الإمبريالية المتوحشة وفيه التجار الكباز أصحب الاحتكار وفيه المتلاعبين بأرزاق الناس هذا ليس جديد تاريخ البشرية مليء بذلك وقد تكلم عنه القرآن العظيم مع قصة قارون ومن معه جمع الأموال وكل هذا لا يهم الله سبحانه وتعالى اسمه الرزاق ذو القوة المثيم إذا شاء ربك عز وجل فاتح لك باب الرزق على مصرعيه وأعطاك من حيث لا تحتسب شرط أن يكون فيك اليقين ويكون فيك القناعة بالقليل وتمد يديك ولا تطمع في أحد من الخلق سوى الله لا تطمع في أحد من الخلق سوى الله لسولك قل الحمد لله نمحت بسور ولكن لما تكون بينك وبين ربك قل يا رزاق أرزقني يا كريم أكرمني يا محسن أحسن إلي يا جواد جد علي وسترى عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى سمجمعا هذا الوسوس أولا خصك أخياء تقطع حبل التفكير الوسوس هو إما حالة نفسية وإما حالة روحية الحالة النفسية كتكون سببها تكاتر المشاكل والهموم وما يسمى بالتفكير الغير منقطع هذه الحالة نفسية مشاكل عائلية ظروف الحياة الصعبة كيف يفكر الإنسان هذي مشات هذي جات هذي موقع هذي موقع التفكير الغير المنقطع كي أدى إلى الوسوسة وسوسة حالة نفسية هذا العلاج دينا بسيط العلاج دينا نتعلم أن أقطع حبل التفكير نقطع حبل التفكير نخليش التفكير يستمر باقي من تشغل بشي حاجة في الدية نتشغل بشي حاجة بفكري باش نقطعها بالتفكير وكذلك لكان حالة روحية لكن حالة روحية هو مشكلته كيكون عنده علاقة بالأرواح الخبيثة الأرواح الخبيثة إنسان ربما قد لا يتوضى إنسان يابيت بالجنابة أو يصبح ويسير بالجنابة وكل هذا قد يؤثر على الوسوسة الإنسان يقرأ قل هو الله أحد والمعودتين ثلاث مرات في الصباح والمساء يقرأها دائما قل هو الله أحد والمعودتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات في الصباح وفي المساء وإن شاء الله تعالى يزول عنك هذا الوسوس الخناس وتصير بصحة وعافية أسأل الله تعالى الله يحفظك ويرعا ويبرك فيك وأسأل الله تعالى أن ينور طريقك ويسعد قلبك ويختار لك الزوجة الصالحة التي تسعدك في الدين والدنيا والآخرة اللهم أمين اللهم أمين يا ربي كريم ونتحول إلى إقليم أرحمنا معنا لأم محمد أم محمد السلام عليكم أم محمد يبدو أن أم محمد نطع عن الخط معذرة يا أم محمد والتحية كبيرة لأهل أرحمنا وهذه فرصة أيها الأحباب الكرام ونحن على موعد مع الآذان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ويبرك في الجميع دائما الإنسان لكي يتجاوز هذه المشاكل اليومية وهذه الصعوبة اليومية خليك في اتصال مع خالقك الاتصال مع الخالق الاتصال مع الخالق أيها الأحباب يجعلك دائما عندك المدد المدد كل النمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ما معنى المدد أي أن الله تعالى يعطيك الأرزاق ويعطيك الفتوحات من عنده فلا تخشى أبداً المقر ولا تخشى أبداً الحاجة فإن الله اسمه الكريم والله تعالى اسمه الودود واسمه الباصط وإذا أعطاك أدهشك سبحانه وتعالى على كل شيء قدير دائماً إذا أصابك هم قل يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحياناً بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله إذا بنيت فثق بالله وارض به إن الذي يخشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله دعاء الفرج دائماً يا صاحب الهم إن الهم منفرج دائماً الفارج الله الكافي الله والصانع الله وكاشف البلوى الله وحسبك الله فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللحظة أيها الأحبة الكرام حان وقت آدان صلاة العشاء حسب توقيت الضار البيضاء والنواحي نرفع الآدان نقوم للصلاة ثم نعود لنواصل تقبل الله من الجميع صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً نواصل أيها الأحبة الكرام ونطلب الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم نواصل ونستقبل المزيد من المكالمات وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصلاة وأن يوفقنا وإياكم لأدائها في وقتها مع الجماعة نظراً لذيق الوقت نواصل أيها الأحبة الكرام واللحظة سوف نتحول إلى إقليم أزر معنا للا فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أهلاً بنتي والله يطول عمرك أعني قريباً لديك بأخير بحاجة نسولك على شيء أسئلة هذا أفصلاً أنك تدير ركعة الثالثة أفصلاً ربائية وكتجكسة وكتحفظة في ركعة الثالثة وأنك تدير ولا العاصر ولا العشاء أيها؟ كما أنك تنسى ما سوف يدير هذا الشيء نعم أبنزيقية أعرفك أنك تدعم معنا الدكتور كريباً أن كل شيء معك لنا لا عمال لا حتى شيء شيء وعدها لي معنا وعدها أنها مريضة يا ربي كريم يا ربي بنتي فاطمة يا ربي بنتي فاطمة يا ربي بنتي بإذن الله أنا لا نأخذ النمرة لك لنأنتصلك بنتي فاطمة بإذن الله لا نأخذ نمرة دي لك إن شاء الله وحفظك وعاك شكراً لك فاطمة من إقليم أسلو وجواباً على هذا السؤال يعني لما يقع لك السهو في الصلاة السهو في الصلاة قد يكون فيها زيادة أو نقصاً لما يسهى الإنسان في صلاته إما أن يزيد فيها وإما أن ينقص كما تقع في الصلاة الربائية الظهر والعصر والعيشة قد تقع السهو أيضاً في المغرب تلاتية أو في الفجر تنائية السهو وارد والحكم الشرعي في ذلك أن الإنسان إذا وقع له سهو عليه أن يختم بسجدتي سهو أنه ملك سل الصلاة كي يسجد سجدتيني كتسمى سجود السهو السجدة الأولى كي يسجد فيها ويطيل سبحانك ربي الأعلى سبحانك ربي الأعلى ويستغفر المولى ويرفع ثم يسجد سجدتانية طويلة أيضاً فيها التسبيح والتنزيح والاستغفار لله لكن الفرق بينهما هو كن هناك النقصان والزيادة إلا عندك النقصان في الصلاة مثلاً السلطة الربعية درت تولتية أنا عندي النقصان في الصلاة كنتابه وكنزيد الرابعة وكندرتحية وقبل أن أسلم قبل أن أسلم كنسجد سجدتين مطولتين كنتسمى سجد السهو ثم كنتم تحيات الإبراهيمية وكنسلم هذا إلا كان عندي نقصان في الصلاة أما إذا كان عندي زيادة في الصلاة مثلاً الظهر في أربع ركعات أنا صليت خمسة في هذا الحالة كنتصلي الصلاة عادية وكندر التحية بالصلاة الإبراهيمية وكنسلم وبعد السلام عاد كنتم تدير السجود البعدي كنتم تسجد القبلي والسجود البعدي كنتم تسجد لله تعالى سجد طويلة ثم أرفع ثم سجد طويلة ثم أرفع بعد السلام وهذا الفقهاء أعطوا وحد الرمز سموه نقزب نقزب يعني النون نقصان فيها الزيادة والباء نقزب النون إذا كان عندك النقصان تكون سجود قبلي والزاي إذا كان عندك زيادة عندك سجود بعدي نقزب فالسجود للسهو إما قبلي وإما بعدي وأسأل الله تعالى لكي يرفع عن الله السهو أننا نكثر من الذكر خصوصا ذكر كما ذكرت سالفا الكلمة الطيبة مفتاح الوجود وسر الوجود ومفتاح الجنة وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نبقى نقولها ونعودها ونقولها بصدق وبيقين وبخشوع ونقولها إما مئة مرة أو نقولها بلا عدد حتى نشعر بأن الثاني ولكن تقبيها بشكل لا إراضي أنا داك أستهو ما يبقى شي ضربك نهائيا والمسيان ما يبقى شي يجل لعندك وأتشعر بأنك عندك عقل حاضر وقوي وخاشع بإذن الله بنتي فاطمة الله يرفع عنكم هذه العكوسات وهذه الموانع أسأل الله تعالى أن يفرج عنك وعن العائلة كل هذه العكوسات والموانع دائما بنتي العكوسات ستحيب بالاستغفار وهذا كلام أقوله لسامع السادة المستمعين لكي شعر بأنه عنده عقوسات في الحياة إما عنده تأخر الزواج أو مشاكل في الزواج أو عنده مشاكل في العمل أو عنده ضيق في الرزق أو عنده هموم أشكال وألوان وعجزة عن إيجاد الحل المناسب لا تنشغل بالحلول أقولها لكم بصدق ويقين خذوا مني هذه الوصية ملكة جيك المشاكل كثيرة إما مالية وإما زوجية وإما عائلية وإما في العمل وإما في الرزق وإما في الصحة لا تنشغل بالبحث عن الحلول انشغل أولا بالاستغفار قد استغفر الله تعالى أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كثير منه وآل ذاك سوف يلهمك الله تعالى الحلول المناسبة أجيك خواطر خواطر أجيك واردات من عند الرحمن في الحلول المناسبة وكأن الله تعالى يعلمك الله يقريك منك تستغفر له وهو يعطيك المعلومات الكافية ثم ربنا يهيئ لك خارط الطريق ذاك المشكل اللي عندك الله تعالى كي دي لك تصميم وكي دي لك الله تعالى واحد تخطيط وكي يصبح لك خارط الطريق لكي تصل إلى الهدف المنشود واتلق بأن حاشك مقضية وأن رزقك وفير وأن كلمتك مسموعة وأن رأيتك مرفوعة وأن عطاء الله تعالى عليك غير منقص أسأل الله الكريم أن يحفظك للافطمة ويحفظ جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويشافي الولدة ضيش فيها ويعفيها ويطول لها العمور ويزكي لها العمال ويشرح الصدر ويزد في الإيمان واليقين اللهم أمين اللهم أمين يا أكرم الأكرمين نتحول الآن من أزرو إلى إقليم زاقورة معنا للا زهر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دير عميك وريبان الله يحفظك البنتي زهراء الله يطول لك العمور خير صحيحة لك كل شيء بأخير الحمد ورب نشكروها بنتي بارك الله فيكم الله يخلي لك سحفظ عمي ويخلي لك نعزالك بارك الله فيك الله يرحم الولدة ديالك زهراء الله فيها وخاجات موط الله كنصني لك حالة دي جزاك الله ألف خير بنتي الله يطول لك العمور يحفظك العائلة والأحباب يخلي لك أوليات يخلي لك ملطبطة بارك الله فيكم للا نطلبتنا أني الله يسرى مرات ويحملك الولدة أيها للا مرحبا يبارك لك في عمارك ويبارك لك تفحرك بغياتك واحد الموضوع مهم مهم جزء جزء طلبية واخر بنتي بإذن الله واخر بنتي بإذن الله نحاول نحتفظ بالرقم ديالك أخونا سيسامي في الإخراج وفي تلقي المكالمات نطلب منه الرقم ديالك ونحاول نتواصل معك إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله ولو أنك المكالمات كثيرة بعد البرنامج لمقى واحد ساعة أو ساعتين كنحاول نتواصل مع الناس اللي هما يطلبوا مني المذكرة الخاصة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك كنشكروك بإذن الله ويحفظك الله تعالى العائلة والأحباب وكل ما كتمنى يعني الله تعالى نحنا دوما في هذا البرنامج أيها الأحبة الكرام نريد أن نكون كأسرة كأسرة تشمع كيشمع الأباء والأمهات والعائلة والأحباب وكيحاول ما أمكن يتنصحون وكيحاول ما أمكن يرشد بعضهم بعضا والقوي منا يأخذ بيد أخيه الضعيف شكر الله لكم للا زهراء من زهراء وده بغمشوا الرباط غمشوا عند للا فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علكم السلام ورحمة الله علكم السلام ورحمة الله السلحاج كده يلبس عليك ألا بس شريف الله يطول عمرك للا ألا بس الحمد لله والتعسل الحاج لا اعطيك الشيء وكل الشيء وإ Mandia أعطيك anal الله يجارك بالخير والتعسل برك الله يرحم الوالدين. ايه? 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 اه? 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 يا ربيا كريم يا ربيا كريم يا ربيا كريم لفاطمة اللهم أمين الشريف اللهم أمين شكرا لك للفاطمة للفاطمة ذكرتنا بأن التلاميذ والتلميذات من أبنائه المغاربة هذه الأيام مقبلين على الامتحانات خصوصا تلاميذ الباكالوريا وأحيانا بعض التلاميذ ربما يتوقعون بأن الامتحان للباكالوريا وغيره من الفصول الدراسية أن الامتحان هو شيء كبير وشيء ضخم بالعكس نريد أن نطمن التلاميذ بأن كل سنة المناهج الدراسية والتعليمية هي رأى مبسطة رأى التربويون والبداغوجيون لما وضعوا الدروس في البرنامج التعليمي سواء المواد الأدبية أو المواد العلمية أو المواد التقنية كلها ميصرة والعقل البشري قابل على أن يخضمها ويفهمها ويستوعبها وقادر على أنه يجيب عن كل الأسئلة هذا واحد المبدأ بغيت المولدات دينا التلاميذ والتلميذات كلهم يستوعبوه بأن جميع الفصول الدراسية من الابتدائي إلى الإعداد إلى التنوي إلى الجامعي إلى السلك العادي رأى جميع المواد الموضوعة المبرمجة التي وضعها الاختصاصيون في علم التربية والبداغوجيا جعلوها ميسطرة وجعلوها واضحة وهي متوافقة مع القدرات العقل البشري العادي الإنسان العادي رأى قادر أما الإنسان اللي هو يذكي جدا أذكر غادي فوتا له فلا داعي للخوف ولا للخلق لكن باش نتجاوزوا للنسيان ونتجاوزوا عدم الفهم الإنسان الواحد الوصية للأولاد والبنات ربما قد يتغافلون عنها هو هي أن إنسان يحافظ على الصلاة الصلاة حينما تحافظ عليها ربنا عز وجل يجعل المعلومات والأفكار ويجعل كل شيء محفوظ في الداكرة حينما تريده يخرج في اللحظة لأن الصلاة حينما نحافظ عليها تقول لك حافظك الله كما حافظتني حافظك الله كما حافظتني وبالتالي يحفظ الله لك رزقك وأولادك وأموالك والصغار يحفظ الله المعلومات دي لهم اعتبر بأن جميع المعلومات وجميع الأفكار وجميع الدروس محفوظة في الداكرة مادم تتحافظ على الصلاة وإذا لم يصل الإنسان الصلاة وضيعها تقول ضيعك الله كما ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني ويبقى الإنسان يجري ويكابد ويتعب ولا يحصل إلا على القليل لأنه ضيع الصلاة وتدعو عليه بالسوء ضيعك الله كما ضيعتني تدي وصية لأبنائنا وبادتنا اللي بغي بارك له الله تعالى فيما أعطاه يحافظ على الصلاة وحتى إذا ضعت له شيء إذا ضع لها شيء فسرعان ما يعوضه المولى قد يتعرض الإنسان إلى ضيع ضيع فرصة ضيع أموال ضيع شيء جميل في الحياة يعوضه المولى وعد من الله أنه يعوضه فهذه وصية لك للا فاطمة لولي ديالك ولكل أبناء المسلمين أننا نحثهم على الحفاظ على الصلاة والشيء الأخر هو سوف تحصل حاصل سوف يأتي بترقاء نفسه وهذا بالتجربة بالتجربة للسنين طويلة من حفظ الصلاة حفظه الله ومن أدها في وقتها ومن أكرمها أكرمه الله تعالى فنسأل الله جل جلاله أن يبارك في كل أبنائنا وبناتنا أبناء المسلمين وبنات المسلمين في كل مكان أسأل الله تعالى أن يرزقهم قوة الحافظة وأن يرزقهم قوة الذاكرة وأن يرزقهم حسن الإجابة وأن يرزقهم الاستقامة على الطريق دائما الأمهات والأباء يكترون من دعاء لولدتهم لأن رب عز وجل بالدعاء يفتح لهم الأبواب المغلقة دائما نشجعوا ولدتنا بأن الدروس اللي عندهم رها بسيطة رها ممكن أن نفهمها نشجعهم بأنهم سوف يتمكنون من الإجابة الصحيحة ونشجعهم بأن المستقبل كله لهم ونشجعهم دائما بأنهم يكونوا هما في نفسهم مرتاحين ونحضروا من وحد السلوك اللي هو خطير كيستعلموا بعض الأمهات أنهم وبعض الأباء أنهم يجبرون أولادهم ويحاصرونهم ويتعاملون معهم بواحد شدة لكي ينجح ليكون هو الأول فيضغط عليه فإذا به كيترك في مجموعة عقد وكيترك فيه واحد مجموعة دي السلوكات الغير السليمة ومن بعد كي أدي الفاتورة غالية جدا نحافظ أولا على سلامة نفسية دي الولدتنا يكونوا فرحانين ويكونوا سعداء يكونوا مبتهجين يكونوا مقبلين على الحياة نساعدهم على الدراسة على المراجعة ونشجعوهم على أنهم سوف يكونوا نجحين نسح لهم باب الأمل الجميل وغادي يكونوا إن شاء الله تعالى على أحسن ما يرم ونزيدوا إحنا الأباء والأمهات ندعو لهم في ظهر الغيب ونتصدق نتصدق لهم على الفقراء والمساكين ونطلبوا الله تعالى أنه يبارك في أولادنا ويحفظهم في غيبتنا لأن فاطمة الله يحفظ لكم لديك يا ربي كم من الله يمتعهم بالصحة والعافية وتمم العافية أسأل الله تعالى أن يشافي كل مرضاكم الله يشافي الوليدة ويشافي العائلة كاملين ويمتعهم بالصحة والعافية وتمم العافية اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين يا أكرم الأكرمين ومعنا ربما آخر مكالمة من ضل بيضاء معنا للازينب سهل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله عمي الحاج شد لها الخط يا مرحبا بك للازينب عمي الحاج بغتك دي لي الرقي المنزيم رأي يضلي هزي الله يشافيها ويعافيها ياربي الله يشافيها ويعافيها ياربي الله عن ضرب عشر ويش كسب كيف اليل هlàدي يومين تزكيلي هاد اليلى تزكيب اليل بالزاف وتفضنها وتشتعيني هك حال لا إله إلا الله الله يشافيها ويعافيها الله يشافيها ويعافيها فاللعب شوي tears ها عطى لي الطبيب عنuire الله يشافيها ويعافيها لله الله يشافيها يا ربي كريم يا ربي كريم الله تعالى والشافي والعافي هاتي للنزهاء أنا أطلب منك الآن للزينب تاخذي واحد لإناء دير الماء خذي معك واحد القرعة دير الماء ولا واحد لإناء دير الماء دير فيه الماء إن شاء الله ندير واحد الرقية الآن جماعية لك للزينب والابنية ديالك ولكل المستمعين والمستمعات جميع المستمعين والمستمعات لمعنى الآن اللي ربما كيعانيوا من بعض الأمراض الروحية إما عندهم العين وإما عندهم الحساد وإما عندهم السحر وإما عندهم العكوسات وعندهم الموانيع أو أغلقت عليهم الأبواب وعندهم ظروف روحية فيها نوع من الرعب والخوف كل هذا إن شاء الله يزول يزول بماذا؟ بالأذكار الأذكار الربانية والاستعادات والتحصينات فنطلب منكم جميعا أيها الأحباب الكرام معالي الذينب خذوا واحد الإناء ذي الماء وإن شاء الله نقرأوا فيه جميعا ما تيسر من الأذكار النبوية والتحصينات الدينية تكون الشفاء من كل مرض وسقم كالناس اللي كيتصابوا الله يسترنا ويستركم بالعين ككل إنسان اللي هو منظور ككل منظور الصورة جميلة الهيئة جميلة اللي بس أنيق كيعد منظور فلما يختلطوا بالناس كيشوفوا فيه الناس كيتضرب بالعين إما رجال أو نساء أو أطفال وملتماك يعود ديما مراد عنده تمريض ديما مريض ديما مهلوك وكيل الله يسترنا ويستركم لعنده الحسد الحسد هو غير العين الحسد هو تمني زوال نعمة كاتك الله واحد نعمة جميلة مال جميل لبس أنيق والناس كيتمنوا لو أنك ما تكونش هكذا تفتيهم انت جيت بعد منهم ووصلت لواحد مستوى رفيع فكيحسدوك وربي قال لنا في كتابي العزيز من شر حاسد إذا حسد وكيل الله يسترنا ويستركم لعنده السحر عنده أعداء أعداء كحفرورة كقلب له على أنه يدمر ويخرب فكيقم بأعمال شيطانية ويتأذى إما في نفسه وإما في أولاده وإما في مقر سكانه وإما في تجارته وإما في سمعاته وكيل الله يسترنا ويستركم لعنده العكوسات والموانع لأسباب كثيرة عنده التابعة تابعة تابعة في الممشى حل الضل ديالو كتسبقو كتخسر لي كل شي بغيقل لبنى خدمة كيقى سدو الأبواب بغي يمشل أي مكان كيقى تلاقي مسدود بغي يدير أي علاق مع الناس كيقى مرفضوه هذي قضية كل العلاج ديالها كيكون بفضل الله تعالى بالتحصينات فكل واحد يأخذ واحد الإناء ديالما ونقرأ فيه على بركة الله تعالى نستغفره ونتوب إليه ونقول بعد أعوذ بالله مش درجين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفته ونفته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله دشان بسم الله عظيم البرهان بسم الله شديد السلطان ما شاء الله كان نعوذ بالله من الشيطان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله نعود بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحادر بسم الله اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك بسم الله نرقي أنفسنا من كل شيء يؤذينا من شر كل نفس أو عين حاسد أو سحر ساحر الله يشفينا رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه بسم الله أصبحنا وبسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائدين ومن شر إبليس وجنوده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل دابة أن تآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم نعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ نعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ نعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ نعود بما استعاد به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفتا من شر ما خلق ودرأ ومن شر إبليس ونجنوده نعود بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون نعود بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم نعود بكلمات الله التامة من كل شيطان وذامة ومن كل عين اللامة نعود بكلمات الله التامة من كل شيطان وذامة ومن كل عين اللامة نعود بكلمات الله التامة من كل شيطان وذامة ومن كل عين اللامة تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوقين حسبنا الرازق من المرزوقين حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفاء سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم رحمتك نرجو فلا تكمنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم دى السلطان العظيم والمن القديم دى الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا أجمعين وعاف جميع المسلمين اللهم عافنا من أنفس الجن وأعين الانس يا رب العالمين يا ذا السلطان العظيم يا ذا المن القديم يا ذا الوجه الكريم يا ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا أجمعين عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين يا ذا السلطان العظيم يا ذا المن القديم يا ذا الوجه الكريم يا ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا وعاف المسلمين أجمعين عافنا من أنفس الجن وأعين الإمس يا رب العالمين إنا نعود بك يا مولانا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا خطايانا وأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذه الأوجاع فتبرأ اللهم أنت القوي وليس أحد أقوى منك وأنت الرحيم وليس أحد أرحم منك رحمت يعقوب فردت عليه بصرة ورحمت يوسف فنجيته من الجب ورحمت أيوب فكشفت عنه البلاء اللهم إنك أمرتنا بالدعاء وتكفلت لنا بالإجابة اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اشفنا وشافي مرضى المسلمين أجمعين لا تجعل للشياطين في أجسادنا قرارا اللهم أخرجهم من العيون ومن الرؤوس ومن الصدور ومن البطون ومن الضهور ومن الأيد ومن الأرجل ومن العظام ومن الأعصاب ومن العروق اللهم أخرجهم من العروق قال اخرج منها مدؤوما مدحورا قال اخرج منها مدؤوما مدحورا اللهم ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا إننا مسنا الشيطان بنصب وعذاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتبث أقدامنا ربنا اغفر لنا يا مغيث آغتنا يا مغيث آغتنا اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين شافنا وشاف مرضى المسلمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اللهم إنا نسألك يا دا الجلال والإكرام أن تشافينا وتعافينا وتدفع عنا الأداء ادفع عنا الأداء بحق قولك إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله سبحان رب العزة عمل سبحان رب العزة عمشن شكرا